ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الاجتماع الأول للتحالف المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حيث أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي لأن الهدف هو توحيد الجود الوطنية والتكامل والتنسيق لتطوير الآليات لتوحيد الرؤى والأهداف للوصول للمناطق الأكثر فقرا والحد من الفقرة وخروج الفئة الأكثر احتياجا من دائرة الفقرة يهدف التحالف أيضا إلى تكوين اختياطات مالية من البرامج المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لشبكة الحماية الاجتماعية